في هذه الفغرة نتكلم عن الأدب مع كاتب شاب وعضو رابطة الأدباء وصاحب رواية رحلة البحث عن القرين وأزمة خوف ولا تنظر خلفك نتكلم عن هذه الروايات خصوصاً كل رواية وكل كتاب من هذه الكتب يتكلم عن مجال مختلف ومحتوى مختلف مع الكاتب عمر فيصل لعمر حياك الله ومساء الخير الله يحييك وساء النور تكون عافية علىك الأمانة روايتك هذه لا تنظر خلفك كانت آخر رواية لك تصنف بأدب الرعب وتطوير الذات شون قدرت عمر أنك تدمج هذا الشيء برواية واحدة هذا آخر عمل لي كان لا تنظر خلفك طبعاً أنا من البداية كنت أكتب في أدب الرعب سواء رواية اللي قبل وعرفوني الجمهور أو القراء على هذا الشيء على هذا المجال بس حبيت أنه يعني نغير شوي عشان يعني نيب شرايح ثانية نخليهم يقرون يعني أو يطلعون على أدب الرعب فشون تحمسهم؟ يقولوا والله فيه تطوير ذات والله فيه مثلاً أزمة خوف التغلب على المخاوف فتدمج أكثر من شيء يعني مع أدب الرعب ممكن تدمجوا إياه أدب رحلات ممكن قصة اجتماعية ممكن أي شيء ثاني يعني نعم وشون شفت الأمانة القراء مع المجال الرعب أو روايات الرعب والخيال العلمي وغيره خصوصاً في مجتمعاتنا في الخليج وأيضاً في الوطن العربي والله إحنا الأمان عندنا قلة يعني قصرين شوي بهذا المجال ما أشوف وايد كتاب في أدب الرعب يعني لو تشوفون هم يمكن يعدون على صابع فهذا سبب أنه في قلة قراءة للرعب؟ والله يمكن يقرونهم ويقرون يمكن أدب يعني العالمي يمكن يقرونها ستيفن كينغ وغيره من الكتاب يعني لجانب وحتى لو تشوفون أنه في أفلام الرعب يعني دايماً ما شاء الله مفولة بالسينما فيعني الحين يعني بدأ يمكن أول من كتب فيه دكتور رحمة خالد توفيق من مصر وهو أول من بلش في هذا المجال في الأدب في العالم العربي وبعدين طلع يعني أكثر من كاتب بعده بس يعدون على صابع والحين ما شاء الله بدأوا يظهرون يعني شيء طيب أقبال القراءة على رواياتك الرعب؟ والله الحمد لله فيه قبال ما شاء الله يعني كبير على الأدب الرعب هذا فيه ناس يعني يحبونه وفيه ناس يتخوفون يعني يعني نشون نندمج أكثر خاصة أنه يعني يتخيلون يعني مرات أنت طالع مثلا فيلم خلاص طالع مثلا على فكرة المخرج أو تصويره أو خياله غير لما تقرأ كتاب رح تخيل شغلات ممكن أكبر من هذا الشيء فدائما بالغراءة ممكن يعني الواحد يشطح بتفكيره أو بخياله أكثر من الأفلام يمكن قليل أسرار وعمر ما نلقى أنه كاتب ممكن يكتب قصص عن الرعب بشكل عام ممكن تجون عن الحب أو الخيال أو قصص تاريخية بشكل عام كلمنا عن روايتك البحث عن القرين مع أنها هي أول إصداراتك وشي اللي تختلف عن باجة الإصدارات مع أن كل إصداراتك عن الرعب صح رحلة البحث عن القرين طبعا القرين موضوع يعني شيغ بالنسبة للناس يشدهم وهذا أول شيء خلاني أدش بالمجال الكتابة يعني القصة حقيقية صارت لأشخاص أنا أعرفهم يعني فشدني الموقف هذا وهو اللي خلاني أن أنا أكتب في هذا المجال أول شيء أبحث عنه وكذا وقعت مع الأشخاص اللي صارتهم الأحداث ونقلت لهم أحداث حقيقية بالقصة أحداث حقيقية نعم صارت تقريبا قبل أربع سنين ونقلت الأحداث هذه داخل الرواية يعني روايتك نقدر نقول عنها قصص حقيقية غالبا يعني غالبا رحلة البحث عن القرين تقريبا حقيقية وين صارت؟ صارت أنا ويترى حبا فيلام الرب صارت بالدوام عندنا أف دوام؟ ايه دوام أحد الوزارات سكنوا متاكنهم لا هي ترى يعني ترى موضوع جدا كان بسيط أن مراجع دخل علينا في جهة العمل وعطاننا معلومات خاصة عن أسامين يعني أعمارنا محل قامتنا فقلنا لا شوان عرفت هذه الأمور يعني هل أنت سائل عننا وكذيك شاني يقول لا أنا مخاوي حا مخاوي لا لا شاني يقول له هذا لنبقى إلى قاعدة ثانية فقعدنا فيعني أهم الشباب وقعدوا معا أنا صراحة ما كملتوا ياهم فقعدوا معا و أسألوا يعني أطاهم معلومات إضافية يعني يعني قال له مثلا عن أنت داش بمشروع فلاني وكانت قيمتك هذا وشريكة كان مواصفاتك هذا فيعني الشباب ارتفكوا شوي بعدها ابتدت رحلة البحث عن غرينا واحد شد الموضوع أنه في غرينا فعلا و الآن أقدر أتواصل معا ولكن يعني بالرواية لما نريد أن أعزز هذه الأمور لأن كلها شك بلا فاع يعني إحنا أنت تكلم عن موقف صار معا كل بعض ممكن هو تكون عنده فعلا تصير لهذه المواقف وإحنا نسمع إحنا في الأمور الخيالية وغيرها قد تكون الواحد تلقى ممكن أنه تصير للأمور هذه أو أنه طح قلم أو طح شيء طح بسببت هوى تفسير شيء ثاني طح بسببت هوى أنه يكون شيء طبيع بس إحنا خيالنا الواسع ساعات يأخذنا إلى مجرأة صح بس بالنسبة للميخالف على هذا الموضوع يعني القرين الناس يعني وايد ممكن صح تخوف من هذا الشيء مثل ما قلت إحنا ما نريد أن نعزز هذا الشيء أنا مو كاتب الكتاب هذا لتخويف الناس أو ترويحهم لا يعني هذا مجرد عنصر تشويق اللي هو الرعب والعناصر هذه لكن الأصل والأكس فيه هنا صايح ضمنية داخل الكتاب وايد ناس يعني حمد الله وردود لفعالياتني أنه كان فيه ناس مثلا كان يبون مثلا يتواصلون مع الغريين وكان عندهم فضول يتواصلون معها بعد ما قروا الرواية هذه وشافوا شنو قالت إليه الأمور تجنبوا هذا المجال قال يعني نحرم من الفكر ما الثاني يعني ندش بهذا المجال فالأمالة فيها نصايح أكثر وما أهي يعني والأصل فيها أن نوجه الناس لهذا المجال مجرد عنصر تشويق جواب جميل عن هذه الرواية ولكننا بننتقل لفكرة الكاتب بشكل عام هل أنت مثلا تقتدي بكاتب معين عندنا بالكويت أو بالخليج بشكل عام أو الوطن العربي في كتاباتك أو لك سر متميز فيه في كتاباتك بشكل عام والله أنا يعني ما في كاتب معين يعني أقرأ أنا بكل مجالات ولكن ممكن أطبق طريقة دي كاميرون يسمونها نسبة إلى الرواية الشهيرة هي دي كاميرون وهي قصص منفصلة ومتصلة في نفس المجال يعني ممكن مثلنا الآن قاعدين نشري كل واحد يقول قصة يعني الرباطنا في مكان واحد ولكن كل واحد كان قصتها مختلفة يعني رواه مثلا للقصص أشخاص مختلفين ولكن يجمعهم مكان واحد وممكن تكون مرتفطة بالأخير بشي يعني لكون الحبكة بالأخير نعم قد تكلم عن رواية أزمة خوف وهل ممكن أن الخوف فعلا في يوم الأيام ممكن أنه يسبب أزمة عند الإنسان؟ أكيد أكيد بس طبعا الخوف يختلف من شخص أي شخص ممكن نخاف من شغلات بسيطة النسي عزكم والله الحشرات الحيوانات أماك المرتفعة أصوات معينة وممكن نخاف من شغلات كبيرة نفس الجن وغيرها فيختلف يعني ممكن نقول فوقيا يعني خلنقول يعني الخوف فعلا يعني شوف جدامي أنا ناس يخافون يعني بشكل لا 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 تيطاري الجن لا تيطاري شيء لا تقولي أنه غزة شيء لا 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 لسك الليتات يخافون يعني تلاقيه يعني بحياته طبيعية ما يقدر يمارسها متأزم متأزم بالضبط الرواية تساعد أول شيء سلت بعض الحلول لأكثر من مخاوف دارجة عندنا مثل الخوف من القطوة مثلا الناس خافون القطوة عندنا وغيرها من المجالات فأي كان مخاوفه عندما يقل الرواية بشكل لا شعوري ستنتقل عنده أنه لازم أواجه خوفي لازم أتغلب على الخوف ستوصل للرسالة هذه الضمنية طبعا كل شخص بالحياة عنده مخاوف بحياته ممكن أن يخاف من البحر خاف من أن يأكل أكل معينة أو يمارس شغلة معينة بحياته ولكن نتكلم عنك عمر هل ممكن بالمستقبل أن تكتب رواية غير عن الرب باتجاه ثاني والله مثل ما ذكرت لك أنا كل رواياتي الرأي مجرد فيما يكون فيها ولكن فيها لها رسالة وهدف يعني مثلا لا تنظر خلفك مثل ما قلتونت تحفيزية أن تساعد الشخص لا ينظر إلى الماضي لا ينظر وراء يعني ممكن يكون فيه موقف يكون فيه صدمة أو شخص هو اللي واقف ما يخليه ينجح في حياته حجر عثرة جداما فكانت فيها تحفيز أن شون الشخص ينجح في حياته بس الغصد عمر هل ممكن تكتب مثلا عن الحب بعيد عن الرأي ممكن يبقى مع الرأي لازم نربطها مع الرأي لازم نربطها مع الرأي لأن أحس أنها لا نخدم يعني كل الجوال مثل ما ذكرت وتفضلت أنها مخدومة بشكل كبير كل روايا سواء الحب سواء الخواطر سواء أي مجال ثاني مجالات الأدب لكن أدب الرعب أشوفها بالعكس شيء جديد وليح ما نخدم ويحتاج مزيد من الكتابات في هذا المجال نعم هل ممكن أن تتوظف هذه الكتابات في المسرح أو حتى في الدراما نتكلم عن دراما تلفزونية بالأخص خصوصا نحن نفتقر للدراما الخاصة في الرعب وغيرها المسرح عندنا مسرح الفنان الكبير كده عبد العزيز المسلم هل ممكن أن تتوظفها في هذا الجانب؟ وهو يعني ممكن درجة عندنا في المسرح ممكن سيد عبد العزيز المسلم ولكن ديابة على الرعب الفكاهي خنقول يعني الكوميدي لكن كرعب رعبي ممكن ما نشفت إلا في الأونة الأخيرة يمكن الكاتب ممكن هشام العوضي هو ذكروز وغيرها من المسرح ثلاث مسرحيات سوى ينالة الجليعة وغيرها ليحن نفتغر نحن بالأمانة في الكويت نفتغر لمثل هذا المجال في المسلسلات ما نشفنا شيء والأفلام يعني محاولات بسيطة لحد الحين ما شفنا إلى الآن يعني خنقول يمكن شفنا مسلسل حق عبد العزيز المسلم فترة مسلم بس كان على طابع كوميدي كوميدي بالضبط ما شفنا يعني ممكن حتى الأفلام السينما حتى نزل فيلم بس ما كان رعب رعب بشكل أنه ممكن نشوف فيلم مثل الأفلام الأجنبية قصة كاملة تكون خيالية ورعب بس ممكن رواية من روايات هذه نشوف بالمستقبل فيلم على الشاشات سينما إذا كان فيه خنقول الموارد يعني تدري أنت أفلام الرعب يبيل لهم يبيل لفكتات معينة يبيل لتصوير بطريقة مختلفة عرشون فإذا توفرت هذه الأمور ما لك مشكلة ما عندي أي مانع وحاليا يعني فيه عمل قاعد يشتغل عليه اللي هو برنامج اسمه غبش برنامج رعب برنامج رعب يعني يكون مثل وثائف يكون دوكومنتري راح يكون الأمور الغريبة وموراء طبيعة كل يوم راح يكون حلقة مختلفة نسلط الضوء عليها حالا ممتاز عمر رد بنتكلم أكثر على النقد اللي يوجه للكتاب الشباب خصوصا يعني آخر جمسنا صار في يعني كتاب شباب بكثرة البعض منهم الجيد وكتاباته جيدة البعض منهم لا وقعد يصير فيه عندهم بعض الملاحظات على هذه الكتابات والأحداث اللي ممكن أن يكون موجودة في هذه الروايات النقد هل ممكن أنه يكون نقد صحيح للكاتب الشاب ولا أنه ممكن أن يفرض عليه قيود تحدى من كتاباته هو طبعا كل واحد يكتب مثل ما يري زي ممكن أن تصبح مستوياتنا مختلفة يعني أنت ما تقدر تضمن فكر الشخص اللي قاعد يكتب إذا كل واحد يكتب مثل ما هو يعرف بس الغارة هم ذكي الغارة راح يشوف راح يشوف هذا مثلا الكاتب يقراله مرة ثالث هو راح يقرر ونحن نقرر عنه ممكن أنا يعجبني هالكتاب الشخص لا يعجبه الناس أذوق فتختلف ما راح نتفق لنا على كتاب معين يعني ما يكون كتاب ما حاشة انتقادات ولا كاتب ما يلا أي انتقاد صحيح حتى لو كان ناجح حتى لو كان ناجح حتى لو كان من أكثر الكتب مبيعا ما يقول لك كل واحد ما يخالف هبة الكتابة التي صارت عندنا في الفترة الأخيرة يعني ظاهرة جيدة نزين لكن لا أحد سيستمر إلا الذي كان عنده أسرار وعنده أنه يحقق شيء فعلا عنده فكر وعنده شيء يبيغدمه لكن الذي يظل مرة مرتين وخلاص ما راح يستمر أن الهبة التي يطورون نغسهم بشكل عام ولكن نعرف موضوع النقد بشكل عام على مستوى الكتاب الكويتين شون تشوفوا عندنا أنا أعجزك توجه لي أنا النقد توجه لك إذا أنا أتقبل النقد ما عندي مشكلة طبعا في ناس يوجهون النقد إذا كان بس لماذا نجحت لماذا تعدت طبعا صار مبيعات كبيرة في المعارض يوجه لك النقد تشفي بهذا الشيء و الله ليش كذا ليش تكاتب كله بروع ما تقول تكتب أي تضايق من الشغل ذا قالوا كذلك لا أبدا 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 ما ضايق مرات يكون في انتقادات مثلا تكون فعلا في محلها مرات يعني الشخص يعني يشوف هذا الشيء مثلا من انتقادات توجهت مثلا كمية الكتاب مثلا يقول لي و الله أول كتاب كان مثلا على صفحات شوية تعودنا الكتب تكون متروزة قلت لو الله أنا يعني يهمني أهم شي المحتوى ما يهمني على الصفحات ولا بس أني أكتب يعني أكثر على الصفحات و شذي صحيح ففي ناس يقول لي نحن نبي نستمتع أكثر بالقراءة ما نبي بس يعني خير الكلام ما قل و دل بس نبي نستمر أكثر في القراءة ما نبي ما شبعنا مثلا ما كفتنا هذه الرواية نبي عدد أكثر صحيح يعطيك العافية و عصي الله و وفقك إن شاء الله و دام أنت ما أخذ خطك في مجال الكتابات و الروايات فنتمنى أن نشوفك في يوم من الأيام توثق أو تستخدم هذه الروايات من خلال الدراما و حتى المسرح اللي نحن الأمان نفتقد فيه أعطيك العافية عمر فيصل لعمر كاتب شاب و أيضا عضو رابطة الأدباء شكرا على وجودك اليوم معنا و أعصى الله يوفقك إن شاء الله ما قصرت يعطيك العافية شكرا لك يعطيك العافية و موفق و نشوفك في رواية راب عبدنا الله بس إن شاء الله تكونوا بعد عن الرعب و موفق يا راب مكملين باجي فغراتنا أنا زميلتي أسار ولكن بعد الفاصل